الماء سر الحياة لكن هنا بأطراف العاصمة بغداد يبدو المشهد مختلف تماما فمنسوب المياه بدأ بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ سنوات عدة وهذا ما شكل تهديدا حقيقيا لحياة المزارعين وأصحاب المواشي والألم يعتصر قلوبهم على عمر فنى في تربية الماشية وزراعة الأراضي التي يقتلها العطش يوما بعد آخر ما كو ماي انت شن يقول لعيك صيف تشتري ديناكر على أساس وين حاطين نحنا تشتري دنكر بـ 30.40.000 دينار ثقبل لأنا وشام جارة وشام بيت نشتري دنكر بـ 40.000 قسمة قسميا منا هذا حتى وذاك حتى وشان الدجدة منك من سا مرة تفضخ هسا ماكم ناس انتهت هذا الجنوب غنس انتهت تدري أو ما تدري شاهد الله يخابرون أن انتهوا حلالهم انتهى وما يشرب معتهم زين شا حكومتنا وين صارت كان تخاباتنا وين صارت 73% نسبة خفاض منسوب نهري دجلة والفرات في العراق بحسب احصائية للأمم المتحدة والتي حذرت من كارثة انسانية قد تحصل إذا ما شاركت الحكومة العراقية بشكل عاجل وجدي في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه حتى نهر ديالة اصبح جافا لا مياه تصالحة فيه سوى المياه الاسنى بالرغم من كون مساهمة جانب الايراني بنهر دجلة ليست كبيرة يعني تقدر بحوالي 18% أو شوية اكثر بالمئة من واردات دجلة لكن هي مؤثرة جدا على مناطق محددة واضحة جدا لأن تأثر على نهر ديالة بالذات ديالة الواقع 75% من مياه تأتي من جارة ايران و25% فقط تتكون داخل العراق وفي وقت سابق هدد البرلمان العراقي بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا وإيران بسبب قطعهما المياه عن العراق حيث سجل حجم المياه الواصلة من الجانب الايراني صفر بالمئة أما الجانب التركي 20% فقط وهي نسبة لأجل إنتاج الكهرباء عبر سد أليسو وليس لتقاسم حصة المياه بين البلدين من بغداد المرغزي روداو